زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لثلاث دول خليجية لن تكون على ما يبدو جولة تقليدية الهدف منها توطيد علاقة فرنسا بدول تربطها أساساً بباريس علاقات قوية في مختلف القطاعات بين السعي لأعادة التموضع السياسي والاستراتيجي لفرنسا من جهة ومحاولة توطيد العلاقات الاقتصادية من جهة أخرى تتأرجح الأهداف بشأن زيارة ماكرون لكل من الإمارات وقطر والسعودية بحسب مراقبين يسعى ماكرون من خلال جولته التي تبدأ اليوم للتسويق للتصور الفرنسي لملفات الأزمات التي تعيشها المنطقة ولعل من بينها قضية الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في فيينا وكذا العقوبات الأمريكية على إيران الثابت في الزيارة التي تقود الرئيس الفرنسي إلى الخليج هو الجانب العسكري والأمني في صورة استحاب ماكرون وزيرة الجيوش فلورانس بارلي معه واستحديث عن إمضاء صفقات بيأ أسلحة وطائرات حربية مثل الرافال ومعدات عسكرية متطورة خاصة للسعودية والإمارات رغم المنافسة الأمريكية الكبيرة في هذه السوق الأزمة اللبنانية مع الخليج إحدى محاور زيارة ماكرون الذي يصعى بحسب متابعين للضغط على السعودية من أجل حل هذه الأزمة التي زادت في تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان خاصة بعد قطع المعونات السعودية للحكومة اللبنانية في الجانب الاقتصادي تأتي أهمية جولة ماكرون في دفع الاقتصاد الفرنسي وإعطائه جرعة قوية في الاتفاقيات التي ستوقع خاصة في ظل الركود الذي شهدته فرنسا جراء أزمة كورونا ورغم أن فرنسا لا تملك واقعياً الإمكانيات الضخمة التي تملكها الولايات المتحدة أو الصين للدخول كشريك استراتيجي وأساسي لدول الخليج العربي فإنها ستسعى بحسب محللين للتعويض عن بعض الخسائر في المناطق الأخرى عن طريق علاقتها المميزة مع الإمارات وهذا ما كان واضحاً للعيان من خلال الحضور القوي للشركات والمؤسسات الفرنسية في معرض إكسبو دبي الأخير ترجمة نانسي قنقر